موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا في الدرس الماضي استشدنا بسرعة ببعض الآيات القرآنية اليوم نرجع نتوقف عند بعضها مما ذكر سابقا والتركيز شوي على الألفاظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين إيش التكملة أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نتوقف هنا مع هذه الآية وممكن آيات أخرى تحدثنا فيها في المرة الماضية لكن بدنا نركز الآن شوي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب نشوف يود وإيش المودة المودة والود والود ود اللي هو يقولوا أهل اللغة أنه فيه معنى فيه معنى المحبة مع التمني محبة مع التمني أو تمني ما يحب محبة معها تمني أو تمني ما يحب هذا إيش هو بود ويبدو لو بدنا نكون دقيقين أكثر شوي في التفريق بين الحب والمودة هم يفرقوا إذن إنهم أضافوا للمحبة تمني تمني هو يبدو الود فيه إلو صور حسية يعني 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 بيظهر بيظهر للحس مش شيء مجرد حب داخلي حب داخلي لذلك منقول مثلا إذا بتلاحظوا فلان فلان يود صديقه فلان دايما بيوده بالهدية شوف بيوده بإيش بالهدية إذن هو يعبر له بشي محسوس فأكثر الود بيكون إيش يظهر على الجوارح أو في السلوكيات مش بس تمني لا هو ممكن بيظهر في السلوك حتى التمني نفسه ممكن يظهر غير عن الحب المدخر ثم مش دائما الشي اللي منحبه ممكن نستخدم بدال كلمة حب ود وسبق إذا بتذكر وإحنا تحدثنا في هذا عشان هيك مش رحص تفيده كثير يعني أنت ما بتقول أنا بود التفاح شو بتود التفاح أنت أصلا إذا بتحبه بتأكله شو استفاد التفاح من هالموضوع السلوك الإيجابي تجاه توده لا لا أنت ما بتود أنت تود أنت أكل التفاح مش تود التفاح نفسه تود أن هون دخل فيها الرغبة مش بس الحب والرغبة فيه على كل هو غالبا الود والود والموادة بيظهر على السلوك بيظهر على السلوك ولذلك احنا من لاحظ منقول فلان وفلان بينهم موادة موادة يوادون إيش يوادون معناته آه دققوا إيش الآية في الأول لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يحبه طب هو ممكن يحب من جوه لأنه أبوه دققوا معاي ممكن يحب هذا المعادي لأنه أبوه أو مش قادر يتحكم في مشاعره أبوه معادي وغالبا المؤمن إذا متمكن الإيمان من قلبه مين ما يعادي الدين بتلقيه من داخله إيش بيبطل يحبه لكن افرض أنه بيحبه خصوصا إذا كانها زوجة جميلة ممكن مشيك وإن كان المؤمن المؤمن يعني هذا بدك تعرف وين واصل إيمانك بتشوف تمام إذن ومش راح يأخذك الإسلام على مجرد الحب لأنه ذكر القرآن أنه المسلمين كانوا يحبوا أقرباءهم المشركين ذكر ولا ما ذكر إذن تحبونهم ولا يحبونكم عم بقوله أنتم بتحبوهم بس هم بيحبكم هم عقيدتهم الكفرية متمكنة أكثر حتى بيحبكم مش المسألة هون لا تجدوا كوما لا ما يظهر بعد الحب من مظاهر وسلوكيات انتبهتوا لاحظوا كيف الآية لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون إذن في تبادل المودة طب كيف تبادل المودة كيف المحبة هاي بنا نعرف إنها موجودة لا تظهر سلوك هذا اللي آني السلوك وهو معادي السلوك الدال على المحبة لا هذا لا تجدوا قوما أما من جوه عادي مش رح يأخذك طالما انت كاتم المسألة ولا تظهروا سلوك ديروا بالكم للمعادي مش الكافر مش الكافر المعادي في فرق موقف الإسلام من هذا كافر هذا كافر معادي هذا معادي إلى آخره تمام في فرق طمعا والآيات واضحة في القرآن الكريم في التمييز بين هذه الفئات أو الأمم إذن ما يود ما بيحبوش بالمرة أصلا ولا بيظهر منهم ما يدل على أنهم يحبون لك الخير طب وإذا ظهر آه من نفسر هذه اللي ظهر لأنه قد يظهر منه إشي أنت تشعر أنه هذا بيودني آه هو ظهر طب نشوف ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب إذن يبدو أن العلة في موقفهم هذا إنهم مسألتين كفروا وأهل الكتاب وهو تعرفوا الكتب لما تحرف لما حرفت تمسك فيها كفر هو المسيح قالهم أنه أنا ابن الله حتى في الآن يجيلي حتى الآن ما قالش حتى في الآن يجيليهم هاي فيش عبارة صريحة بالعكس كان يصر ويقول ابن الإنسان عن نفسه ابن الإنسان حتى لم يرد على لسانه في أنا جيل هم اللي في الأخير أحركوا كثير من أنا جيل وحرموها واحتفظوا بأربعة بس وفي هذه الأربعة برضو ما لقيوش مش هذه القضية إذن إيش السبب لاحظوا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين معناته المشركين فكرة معناته هذه القضية عند أهل الكتاب أشد منها عند المشركين أنت ملاحظوا أشد يعني المشرك مش زي أهل الكتاب طيب ليش أهل الكتاب أشد في هذه القضية يعني ليش أهل الكتاب بالذات لا يحبون إطلاقا ولا يودون وسلوكهم يظهر عليه أنهم يظهر أنهم لا يحبون لك أي خير يتنزل من الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب أكثر من المشركين لأنه لاحظوا العبارة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين وحتى كمان المشركين زي أهل الكتاب طيب شو مسوّغ أن أهل الكتاب يكونوا هم أولا في هذه المسألة آه لأن أهل الكتاب هو يعتقد أنه هو صاحب الحقيقة التي لابد أن يصدرها للعالم كله فبالتالي بشعر بشعر أنك أنت بالذات اللي ممكن تشعره بأنه عقيدته عقيدة باطلة وتشعر أنت بالدونية أمام عقيدته هو هم مشاعرين أفكرة والآن بمبين بشعر بالدونية أمام عقيدتك تمام بس شو بده يشعر بالدونية أمام الوثنيين هو هو بده يشعر بالدونية أمام الوثنيين وخصوصا أنه هذه الآية جاءت قبلها الكلام واضح أنه فيما يتعلق بالدين لأنه أهم شيء في الحياة فكرة أهم شيء في حياة البشر كلهم الدين ومعرفة الخالق ومعرفة بيعرف لماذا خلق وإلى أين يذهب وإيش واجبه اتجاه الخالق واتجاه المخلوق والمخلوقات والكون حتى كله هذا أرقى ما يمكن فهو يظن أنه صاحب الحقيقة حتى لو متشككه فسوى شاعر أنك أنت وهذا كل العالم بشعره على فكرة شاعر أنه المسلمين هذول بالذات وفي دراسات على فكرة من أكم سنة في الغرب على قضية الإيمان الدراسات بتقول أنه الشعوب بشكل عام لما نقيسها بالقرون الماضية الشعوب في هذا القرن الواحد وعشرين بشكل عام متجهة نحو الإيمان بغض النظر في إيمان مسيحي يهودي مسلم كذا بس يقالوا قالوا لا هذه الدراسات على فكرة غربية لاحظنا أنه أكثر الشعوب تمسك بدينها الإسلام المسلمين هم لاحظوا طب ليش المسلمين دون غيرهم الشعوب أشد تمسك المسلمين بالذات أشد تمسك هم يشعروا بهذا الكلام ومش بس أشد تمسك على فكرة والتسارع في قضية إقبال الناس إلى الإسلام قد يش فيه بخرج من الإسلام قد يش فيه بدخله دقيكم معي بعدين هم استعمرون وفي البلاد العربية بالذات العربية بالذات مش الإسلامية العربية بالذات المسلمة استعمرون فترات طويلة ومع ذلك الناس ما غيرت دينها ولا أخذت دينهم بس أخذت على فكرة بطريقة ثانية بس ما غيرت أخذت الدين ولكن باقي الأمم أخذت الدين اللي استعمروها يعني أخذت الدين في غليبياتها سبق هذا تحدثنا فيه وبيلاحظوا بالذات العربي أفكرة محصن أكثر لأنه لغته مش العربي بالصفة جنس يعني لا بالصفة صاحب اللغة صاحب اللغة وكريب من القرآن والسنة عنده حصانة عنده حصانة وهذا ملحوظ إذا بتلاحظوا يعني ممكن يفسق عندنا ناس حتى وينحرفوا وكذا لكن مش مستعدين يتمنوا دين أخر يعني بيقول لك حتى الملحد عندنا هون بيقول لك أنا تركت الإسلام بدي أروح وقض غيره تركت الإسلام بأخذ غيره أما أنسوا أنسوا بعض هذه المسائل التي لا تخلو يعني نفس البشرية معقدة جدا قد تجد يعني ولكن لا حتى الملحد عندنا اللي أصلا عاش في بلاد إسلامية إذا كانوا لابد بيقول لك أنا أخذ أترك الإسلام وأخذ غيره يعني بيقول لك من الإسلام ما أقنعنيش يعني تكنعني غيره مثلا هيك واضح طيب إذن هذا اللي بيجعل أهل الكتاب بالذات أنت بالذات المسلم وبالذات يا عربي لأنهم ملاحظين أنه العربي اللي هو لما احتلوا كل البلاد العربية إلا شوية ما قدروا يحولوا هالناس وبيختلفوا عن باقي الشعوب لكن برد أكرر مش بصفته جنس يعني ومن قلكم أصلا أنه أكثر أكثر الناس اللي موجودين حتى في بلادنا وفي بلاد العربية أنه أكثرهم يعني عرب في الأصل لا مش صحيح إحنا هنا خصوصا في فلسطين خليط من أمم كثيرة إيش يعني عربي إنت كله أبناء آدم أصلا أو ممن حمل مع نوح إيش يعني بشيك ولكن المسألة مسألة العربية اللسان إيه اللسان عندك اللسان العربي وهذه فيه تفصيل بلكن ندخل فيه يوم في اللسان العربي ونشوفك بحصن وفيه علاقتك بالقرآن والسنة طيب ولذاك أكثر مؤامرات على العرب المسلمين أكثر مؤامرات مشان يحاولوا يعني إنه انطلاقتهم هاي انطلاقت العرب يضبطوها يضبطوها لذلك بتجدوا الاستعمار أكثر تركيزوين العرب المسلمين العرب المسلمين وهذول بالذات مش لازم يملكوا إرادتهم مش لازم يحكموا أنفسهم ليش انت بخذ ليش كل الأمم آه إلا أنت بعرفوا بعرفوا هم عارفين إذن لاحظوا هون ما يودوا الذين كفروا من أهل الكتاب إذن شو سبب هذا أنهم أهل الكتاب ولا المشركين حتى ولو المشركين كمان شو سبب هناك عند المشركين الشرك برضو في عنده اتجاهك هو المشرك كمان في عنده اتجاهك ولا المشركين أن ينزل عليكم آه معناته هون بالدرجة الأولى المقصود الوحي ينزل عليكم من خير من ربكم تمام نيجي لقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب شوف هو ما جبش المشركين الآن ود كثير هناك إيش ما يوده الذين كفروا ما يود أنه ينزل عليك خير أنت بالذات والآن منفصل أكثر شوي إن شاء الله في الآية الثانية ود كثير سعوده هون هون آن وده هناك ما يود ما بيحب أصلا إليك ولا بيظهر منه ما يدل على أنه بيحب لك الخير وهذه بتقدروا أنت تستخدموها في السياسة وتعرفوا الإشي المغطى إياك تنخدع بالظاهر لأنه وقع لك ما يود لأنك أنت مرات بتشوف أنه بيود ها معناتك مش فاهم عليه أنت وجربناهم كرون يعني جربناهم كرون وعارفين تمام الآن ولكن نسبة كبيرة منهم ود كثير من أهل الكتاب لو شوف لو دليل عنه الود فيه تمني مرات فعلا لو ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ليش ليش حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ليش هو متبين الحق ها هم متبين كيف يعني ما هو بشعر ما هو شاعر إنه مثلا بيجي لكتبه بيجي لكتبه الدينية بيجد إنها هو بيجد إنها محرفة ومش بس محرفة وكل وعلى فكرة دائما بعدله فيها ثم النسخ اللي بتجدها عند الطوائف المختلفة مش متفقة بيلاحظوا إنه القرآن عند المسلمين من كل العالم هو نفسه حتى في الحروف حتى بشيك ويقرأ بالطرق محددة حتى طرق كيف قرأته كل ها القراءات العشر موجودة في العالم الإسلامي كله كيف يقرأ كمان وكتابته هذه سبحانك هون فيش في هذه كل أينما ورد سبحان في القرآن دون ألف ما عدا سبحان في الآية كذا من سورة الإسراء واحدة شوف لحد وين المسلمين دقيقين وأينما ورد كتاب فهو بدون ألف إلا في الكتاب في الآية الفلانية فيها ألف هايديرو بالك هيك يا حمام هيك يا حمام فهمتو طيب ثم هو شاعر بقوة حتى إلى درجة إنه صار قلدك كيف يعني قلدك قال الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد هو واحد ولا مش واحد بدنا يفهم يفهموها وكن بعضهم صار يحاول يقول لك يعبدو إنها هاي بنوة محبة وبدأنا كمان وتبدأ تفصل في العقيدة والتشريع وإلى آخر يا فكرة هم مشاعرين ومشاعرين إنه هذا الدين هذا قوي كثير ولهم ليش ليش أصلا شعوبهم قاعدة بمجرد ما تعرفت بتسلم وليذلك هم يبضعوا عوائق وبيكذبوا إعلام ومش إعلام وخربشة بالدرجة الأولية اليوم دفاعا عن أنفسهم هم في يوم الأيام كانوا بتوقعوا إحنا إنهم هم أغنياء وهم الأقوياء وهم 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 اللي عندهم من العلوم وكذا وإحنا كنا ثلنا تخلفنا فإن شي طبيعي المتخلف إنه ينبهر طمام طب وينبهر يبدأ ينساك زي ما نساقت كل الشعوب اللي كانت متخلفة إيه ثم هو أقلق خلاص هذول راحوا فيها راحوا فيها شوية إيش وإذا بها ما يسمى بالصحوة وبيرجعوا المسلمين لفكرهم وبيبدوا يغزوهوا بالفكر وبيبدأ هو يضع قوانين تتناقض مع الحريات اللي بيقول عنها فرنسا اللي بتقول عن نفسها أول دولة كان عندها حريات وتفاصيل هاللي اللي لما كانوا بنات أكم بنت في مدارس صغار يعني في مدارس بيحطوا إشاربات اهتزت فرنسا كلها وبرلمان وقوانين وممنوع تحطين شو إذن هم فلما جاءهم ما عارفوا كفروا به إذن هو بيبدأ الحسد الآن بيبدأ الحسد كيف ابني آدم اللي ضرب الله مثال وهو تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر شو قل له لأكتلنك ليش بديوا قتله ما هو الكرآن بيكشف لكم عن نفس البشرية ليش بديوا قتله ليش بديوا قتله انتبهتوا تقبل وهو شاعر على فكرة إنك أنت أنت بتنظر لفكرتك الإسلامية إنها فكرة الفكرة الأعلى وهي أنيقة وواثق أنت فيها طب هو بقول العلوم كلها عندي العلوم والأموال عندي والقوة عندي وإلى آخر هذا المتخلف شاعر إنه متفوق علي وفعلا لما مننزل في جانب العقيدة ما بنصمودش إحنا وسهل جدا تثبت له إنه هو محرف واصلا شعوبهم شعوبهم مش عم تأخذ دينهم الدين نفسه مش عم بتأخذوه شعوب بس المسلمين بتأخذو قاعدة يعني المسلمين كل ما تعلموا بيقتربوا من الإسلام هدوا لك كل ما تعلموا كل ما بتعدوا طيب شو هالكلام هذا وبعدين فبيبدأ الحسد الآن في ناس بظنوا إنه حتى هذا لو ما آمنش بالدين إنه مش رح ينظر لك كمسلم ها بحسد لأنه هو مش مؤمن ومهو ملحد اظنوا شذا الكلام اليهود لما جمعوا من العالم اللي جمعوهم علمانيين لا يؤمنون بالدين اليهودي كدين إلهي وإنما يؤمنون بالدين اليهودي كماضي وتراث ها يمثل شخصيتهم بن جوريون ما كانش مؤمن هيرزيل ما هوش مؤمن أصلا باليهودية طيب ولا شو اليهودية عندك يا هيرزيل أو بن جوريون أو فلان آه آه لأنه بس هي جزء من كياني تاريخي هاي ففي بظنه بعض الناس إذا كانوا يعني مش مؤمن بالدين كدين رباني وصلت السماء بالأرض إنه هو يعني متخلي عن الموضوع إيش متخلي عن الموضوع ما هو إلهي هذا قضي يعني ديني اللي أنا أصلا آبائي وأجدادي وتراثي إن ما أخذوش دين بالمفهوم اللي منعرفه إحنا بأخذوا دين من جهة وراء دين بأخذوا برضو يعني التزام هات مرات من جهة تراث فش بشر بقدروا يعيشوا بدون دين اللي فبالتالي لا بتجد منهم بهذا الشكل لا لما تقول إسلام حتى لو ما كانش مؤمن بدينه المسيحي إنه من عند الله حتى لو مش مؤمن بالمسيح إنه ابن الله لكن هو لا يزال بيقول لك جيساس ومهام وصليب وتفاصيل ها وبتمسك بهذه القضية وبيحتفلوا وأعياده جزء من شخصيتي وتاريخي فما تظنوش يعني إنه يعني رح يعاملك لأنه هو يعني كافر بدينه ويعاملك كم مسلم زي ما بيعمل باقي الشعوب لا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق تبين حتى لو ما اعترفوش حتى لو ما اعترفوش تبين يعني أذكر وهذا السبب ذكرتها إنه ما يقرب من 1982 81-82 كنت في الجامعة الأردنية بحضر محاضرة لعالم كبير من علماء الإسلام محمد المبارك رحمه الله سوري هو من علماء الكبار يعني وهذا الرجل كان يتقن طبعا العربية شي طبيعي يتقن الفرنسية يتقن الإنجليزية محمد المبارك شيخ وكتبه متينة الآن كان يعطي محاضرة في الجامعة الأردنية عن تطور نظرة الفاتيكان للإسلام تمام حاطت أمامه كتب مشان يستشهد فيها في المحاضرة طلع كتاب هيك قال هذا الكتاب بالفرنسي قال هذا الكتاب كاتبه قسيس من قساوسة الفاتيكان قسيس من قساوسة قال أنا قرأته من هو اللي بيقرأ اللي بيقرأ عالم مسلم عالم كبير يعني تمام قال قرأت هذا الكتاب قال هذا الكتاب يدافع عن الإسلام بطريقة يندر أن تجد عالم مسلم متمكن زيه في الرد على الشبهات وهو من قساوسة الفاتيكان طب ما في كثير منهم بلاحظ شو هذا فهمتوا ايش هذا هذا الكلام إذن هذا في 82 82 82 تقريبا مع ذاتهم بيشعروا في داخلهم أنه فيه إشي حتى اللي بيخفوا حتى اللي فيه منهم بيخفوا لأنه دير بارك هناك فيه متنفذين وحاكمين الشعوب وإلهم مصالح الكنائس في بلد زي أمريكا هذا استثمارات استثمار فأنت لما تيجي تنافسه في استثماره تصور أغنى دولة في العالم الفاتيكان صغيرة أول شي ولكن كل كاثوليك العالم وين أموالهم وكاثوليك العالم مش قلال هو أكثر ناس عدد سكان مسيحية في العالم كله الكاثوليك بعدين بيجي لبروتوستانت أما الكاثوليك هم أكثر المسيحيين في العالم وين بتصب كل هالأموال لاحظوها هاي مليارات هائلة تمام؟ وزي ما قلنا في الولايات المتحدة الكنائس استثمار ولذلك لما بيجدوا أنه هذه الكنيسة ما فيش عليها إقباله التفاصيل بيبيعوها بيبيعوها حتى بتصير مساجد أحيانا ها؟ ولاحظو وهناك حتى في القوانين عندهم إذا أنت بتدفع وبتجيب يعني أنك دفعت الكنيسة أو غيرها من الجمعيات بنزلوه من إيش؟ من الضريبة طب تصور لما بك عارف حاله إنه بدو ينزل من الضريبة طب ليش أدفعها لدولة أنا أدفعها لدين بل كيغفر إلي ما هو أصلا قسيس بيغفر بقول لك شو عملت قل لي أشوف قل لي أشوف ما هو اعتراف هذا اسمه آه خلاص روح روح طبعا كيب طبعا أنا شو بدي في الدولة الدولة بتغفر شي أصلا بالعكس لو الدولة تعرف بتجنوا أما الكسيس بيغفره فهو ليش ما يدعم الكسيس ولو بلك يعني بلك يضبطط معه فمهو دافع دافع فبتالي استثمارات هاي ديروا بالكم فجي جزء منهم آه ما هو من بعد ما تبين له الحق بقول لك شو هذا شو هو أصلا ليش أبو سفيان ولا غيره من الزعمات في البداية كانوا يقاوموا الاسلام أو وينما كان ليش الزعمات بتقاوموا الاسلام أصلا الطغاء ليش بيقاوموا اللصوص ليش بيقاوموا ليش ليش بيقاوموا الاسلام أصلا لأنهم بيعرفوا يعني عدالة الاسلام وإحنا شو بدنا نعمل بعد إذا بتصير عدالة هاي روحنا فيها إحنا إيش إيش انتو آه فهون طبعا إحنا قلنا من بعد ما تبين له الحق سبقوا لنا فعفوا واصفحوا لأن القضية قضية الآن مش عمل هم مش عمل قاعدين بيعملوا عدائي وعسكري تفاصيل فقال بيقول للنادير وبالكم انتو يعني انسوا هالموضوع هذا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره هو الله سبحانه وتعالى يعني فيه له أمر رح يجي أيوا في عالم الأفكار إيش طبيعي هو يود إنك أنت مش عمل ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونك وهم يودوا وبظهر منهم بعض الشغلات بس بيظهروها بطريقة لطيفة على فكرة وفي من هون عندكم في بلادكم من تحت لتحت بس انتو بتدروش من هون 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 ولا حدا من انتبه يا ما بيحاولوا ينشروا أفكارهم ونحن منتبع وراهم يا ما بيحاولوا ويا ما بينشروا كتب بالملايين مش بالألاث ديروا بالكم ها في محاولة إنهم يحطوا هاي الكتب بأيدي الناس بأيدي الناس ها اللي يعني بلكي بلكي هذا من ضمن موادته وقول ليش بيجيب لك الكتب هاي بدا يضحك هاي طب المهم ها هو إذن هو شو يعني ود هو قام بأمل بيحاولين شور فكرته فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره شو هو بده يأتي الله بأمر نعم نعم ما هو كل ما مضت ومشيت المسألة راح يشوفه غير شكل وكثير من شعوبهم أصلا المظلومة والمسحوقة والمستعبدة أصلا ها والمستعبدة في حقيقتها لأنه مين البملك هناك أصلا ومين بتحكم ها حتى لو بيقولوا لك بروحوا على الديمقراطية وبنتخبه بس ما هو زي مثلا الويات المتحدة ما هي زي لعبة التنس يا الديمقراطي يا الجمهوري يا دمقراطي يا جمهوري يا فيل يا أحمر بشيك هذا هذا هو بشيك طيب وأي واحد بده يخش بينهم بروح بين الفيل والأحمر بيطلع لهش إشي لأنه كيف متحكمين هم أصلا وبكلك يعني حريات وتفاصيل وحتى ممكن صاروا يزوروا في الأخير لكنه صار فيه زي ما صار مع بوش وأظن هذا حتى اللي أجى فيه شوية لعب المهم حتى يأتي الله بأمره الشي اللي بدأت فيه ودير باكم انتبهوا هاي هذا معكم كمان الكلام إن الله على كل شيء قدير طب بعد نزول هذه الآية بعشر وعشرين وثلاثين ومئة سنة ومئتين شو شفتوا أنتو هذه الشعوب شو صارت كلها معظمها مسلمة تمام حتى يأتي الله بأمره إن الله لحظت إذن إن الله على كل شيء قدير قدير يحول كل هذا بس أنت اتصرف بحكمة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن تصوروا مش تجادلوا بالحسنة أحسن ما عندك لأنك بهذه الطريقة بتبطل أنت على فكرة تبطل مزعمه بالتي هي أحسن أصلا خليها ما هو أصلا هو ما بيحبش التي هي أحسن لأنه وقتها بنكشف أمره إلا بالتي هي أحسن طب والظالمين منهم اللي بيستخدموا السلاح وبيستخدموا آه إلا الذين ظلموا منهم مش تكملت الآية هيك ما ظنش يعني الذين ظلموا منهم تمشي معهم بالتي هي أحسن إلا إذا بالتي هي أحسن يعني أحسن فهمت شو أحسن آه فهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم مش تقولوا لا إحنا هذا في عالم الأفكار عم نقول لك والظلمين إلا هم حساب ثاني تمام طيب دققوا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل انتبهتوا لقضية ولا كأنه بده يجعلهم مرتبة ثانية أما لو قال و كان ممكن يكونوا بنفس المرتبة وإن كان تم تقديم أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كان إيش معناته يعني زي بعضهم بس قدمنا أهل الكتاب لكن هون ولا المشركين معناته فيه بينهم طبعا لأنه اللي معني أكثر مين اللي معني أكثر فيك مين طب مين اللي هو أصلا ليل النهار عم بيسخر أمواله وإعلامه وتفاصيل في محاربتك أنت المسلم مش محاربة البوذية ولا الوثنية ولا الهندوسية ولا الشنتية ولا غيره مين مين اللي مسخر نفسه ليلة النهارا من قرون من قرون ويحاول يشككك وكيف لما يكون الطغاء تحت أوامره الطغاء في بلادنا يعني الطغاء هدول كلهم على فكرة تحت أوامره وهي المشكلة كل الطغاء في بلادنا تحت أوامره البلاد العربية أقصد البلاد العربية هدولا ولا واحد يشذ أنهم كلهم متأامرين على الأمة تمام طيب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير شو يعني من خير ولو شوي من ربكم والله شوف هاي جميلة بالنسبة لكم والله يختص برحمته من يشاء شو هو الاختصاص على فكرة الاختصاص لاحظوا معناته هذا الأمر ينسب هون لهذا ثم هو ينفرد فيه دون غيره الاختصاص كمان مرة هذا الأمر مثلا مين هاي السيارة هاي السيارة لفلان تنسب لفلان بشيك وهو ينفرد في حق يعني التصرف فيه تمام هذا إيش اختصاص ممكن اللي يختص أكثر من واحد أو أمة تختص بشيك إذن والله يختص طب على أي أساس يختص آآ لأنه الذي يعلم يعلم حقيقة البشر على فكرة وهو حكيم فهو يعلم البشر ويختص مثلا لما نزل لما نزل نزل القرآن بالعربية وبالذات على الأمة في جزيرة العرب بالعرب وقتها مشان يحملوا الرسالة هو كان يعلمهم وعن حكمة وفعلا لما أجل الواقع وإذا بهم إيش خارقين يعني خلال سنين معدودة سبق قلت لكم الصحابة ثمانين في المئة منهم قتل في أرض المعلكة ثمانين في المئة من الصحابة الرسول لما أصلا في حجة الوداع الرسول كان في أكثر من مئة وعشين مئة واربعين ألف اللي كانوا معاه في حجة الوداع على حالها أنا بقول حجة ولا حجة هي حجة حجة أنا بس غلطت يعني هي حجة الوداع حجة الوداع يكتل منهم في أرض المعركة ثمانين في المئة وين صارت هاي ومن القادة ستين في المئة طب ما هو عادة القادة قد يشبروح منهم خمسة في المئة ثلاثة في المئة القادة في الجيوش ستين في المئة هاي إحصائياء لها أكثر من ثلاثين سنة أكثر في دراسة كانت تمام مش إلنا يعني كنت دراسة للناس الآن والله يختص برحمته من يشاء إذن لما شفتوا حالكم مسلمين شو المعنى انتو انتو ومن بين المسلمين ومن بين المسلمين انتو مثلا تدين عندكم مستوى أعلى شوية من 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 معناته هو يعلمك انت يعلمك وهو الحكيم والله يختص برحمته من يشاء وهي يدير بالك القضية بالدرجة الأولى في الكائهات هاي كلها تتعلق بالوحي والإيمان وحمل الأمانة انتبهوها تتعلق بالوحي والإيمان وحمل الأمانة ما انت انت حمل الأمانة الآن تمام للبشرية اختصك انت اختصك انت من دون الناس ليش ما اختصهم مش هما يعلم وحتى عندهم اليوم بيختص بيوصل تجد هم بيؤمنوا هذه الشعوب والطغاء طبعا برتعدوا الطغاء برتعدوا كل يوم الثاني بفكروا بقوانين كيف احنا بنا نطوق المسألة بعد ما كنا بنا نحولهم كلهم انا قلت لكم سابقا مهمش كمان واحد في يوم من الايام في القرن الماضي في اول القرن الماضي في اول القرن الماضي تعرفوا كانوا بيعتبروا هذه الأمة أمة يعني متخلفة وايش بالنسبة لأمة العلوم فكانوا جالسين في جلسة هذا من علماءهم من ساوستهم الكبار شو قلهم قال انا مستعد احول مصر خلال سنة الى المسيحية اجعى مصر ونزل في الاسكندرية اجعى مصر بدو يحول مصر خلال سنة طبعا علوم وتطور واموال وكذا الاخير وايش الشعوب المتخلفة هاي شو بدأ تاخد غلوه هاي شعوب مهم جربين مع الناس سنين ها من شعوب ثانية ها جاء مصر ونزل الاسكندرية ها ثم لم تنضي سنة حتى هرب من مصر لماذا لانه خاف ان يسلم بدا يشعر انه ها لانه صدوله العلماء صدوله العلماء وهو كبير ها ما كمال يستنى بدا يلاحظ انه بتغير انا وش بدي في هالشغلة رد هرب من مصر قبل ما تنتهي سنة ها ها متكبرين هما مش مدرئ طبعا الكوة تكمن وين في الاسلام نفسه هو الحصانة هو الحصانة هو طيب يختصت برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم خلينا الفضل 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 سبق قلنا انه زيادة بس زيادة على ايش الفضل دائما هو زيادة زيادة على ايش مثلا زيادة على ما يلزم زيادة على المقرر زيادة على المعتاد تمام زيادة على المعتاد هذا ما يزيد عن ما يلزم او ما يزيد عن ما يجب أو ما يزيد عم ما هو معتاد شو اسمه فضل وإحنا سبق قلنا الأفضلية لا تعني خيرية ممكن تفضلني مال مش معناتك خير مني ممكن تفضلني قوة وفي كل عصر في أمة مفضلة مثلا بالقوة في كل عصر في أمة مفضلة بالمال تمام مثلا ويات المتحدة في القرن العشرين قلقت بتروح قاعدة يعني طيب ولا بلاش في القرن العشرين ويات المتحدة كانت مفضلة بالقوة والمال على باقي الأمم ولكنها خير يعني ولا هالأفضلية في المال والقوة أدت إلى البطش والطغيان وخسرت يعني ما كانتك صاحبة رسالة أصلا ما كانتك صاحبة رسالة زي المسلمين لما كانوا أقوياء كانوا أصحاب رسالة لإنقاذ البشرية تمام هذول لا هذول مشان استغلال البشرية يستغلوا الفضل اللي أعطاهم يا الله في القرن أصلا هذا بثبت أنه الدول الاستعمارية أنه دينها مش هالإشي المتمكن يعني من نفوسهم وإلا لو كانوا هم ما بيظلموا الشعوب ولا بيطهدوا ولا بيمتصوا خيراتها إذن الفضل البيعين الخيرية كلنا لا الأفضلية فقط بتكون خيرية لما تكون بالتقوى الأفضلية فقط الزيادة بالتقوى ولذلك سبق قلنا وهذا من مرمروه سريع أنه أكثر آية ذمة اليهود في الكرآن قول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عالمين أكثر آية بتزم ومع ذلك يا سبحان الله بظنوها تمدح لما واحد بتقوله ولك يا قليل الحياة قداش أعطيتك أنا وقداش فضلتك عن ناس كلها وقداش أعطيتك وبدخون كمان بدخون هذا بمدح فيه قاعد هذا بمدح فيه بقولهم اذكروا اذكروا يا أخوانا ياللي بتنسوا أعطيناكم وعطيناكم 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 وهو أصلا بذكر النعم اللي أعطاهم وفي الأخير بقولهم إيش إنه ضرب عليهم الذلة والمسكرة ماذاهم هم هيك أعطيناكم ما هو كلنا لكم في كل عصر فيه أمي مفضلة بشيء مشان تختبر وتبتلى ما هو يبتلى الإنسان أحيانا به إذن الفضل شوه مش بس مجرد الزيادة الزيادة على إيش الزيادة على ما يلزم الزيادة على ما يجب الزيادة على ما هو مقرر الزيادة على ما هو متوقع معتاد بزيد كيف لما مثلا شركة ما بشوفوها مثلا أنه منزل منزل للموظفين في شهر معين الزيادة على الراتب كذا هذا الزيادة شو اسمها فضل ما بديش أخذ بالفضل لأنه سبك تحدثنا في الفضل والله والله ذو الفضل لأنه أصلا كل ما يعطي الله عباده مخلوقاته من عطاء هذا أصلا كل فضل لأنه فيش على الله مقرر إشي فيش على الله مقرر إشي وفيش على الله واجب إشي كل تفضل منه كل تفضل منه والله ذو الفضل العظيم خلينا في العظيم شوية العظيم والكبير في عظيم وفي كبير لما تقول كبير معناته في صغير مراته الكبير صغير مرات الكبير صغير مثلا في الدار انت بتقول مين ابنك الكبير كن قال ابني الكبير فلان قداش عمره 8 سنين لانه هو الكبير لانه في منه تحت ستة وسنتين وسنة فهو الكبير بس ما هو هذا الكبير صغير اذا هذي كبير طبعنا ولكن عندما تقول عظيم افكرة ممكن نكون اشي كبير بس مش عظيم يعني مثلا بيت كبير كله عبارة عن قش وخشب وتفاصيل هذا البيت الكبير اللي ما ياخذ قداش دنم وقت كبير لكن ممكن تجد فيلا ميت متر مش مش الف عظيمة من كثر ما فيها ايش اتقان هندسي وفيها 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 وكل في مليار تمام اذا العظمة دائما تكون مرتبة لاحظوا ها مرتبة فوقية العظمة مرتبة فيها فوقية سواء في القدرة سواء في القدرة او سواء كانت في فرضو حتى في الكبر برضو في الكبر ممكن عظمة في الكبر بتكون ايش في الها فوقية في الموضوع وتفوق يعني اقصد تفوق في الكدرة تفوق في الكوة تفوق في كذا تفوق في السؤدد زي ما بقوله تفوق في السؤدد كله بسموها عظمة اذا العظمة تقابلها الحقارة تحت يعني لكن الكبير شو بقابله صغير وزي ما قلت لك الكبير مش ضرورة يكون كبير الا لانه منسوب الى الصغير مش ضرورة يكون كبير الا انه منسوب للصغير بس العظمة مرتبة فيها تفوق مرتبة فيها تفوق ولذلك العظيم في كل صفاته يعني المتفوق في كل صفاته على الكائنات والمخلوقات العظيم الحقيقي مين الله متفوق في كل صفاته على مخلوقاته لذلك الله العظيم واذا كان من ضمن العظمة الكبير فهو دائما اكبر وينما بيروح خيالك فهو اكبر هذا مفهوم لا نهائي كلمة الله اكبر مفهوم لا نهائي يعني وينما راح نهنك في الكبير فهو أكبر فهو أكبر أكبر لوين الآن يجوز مثلا أنه نقول عن فلان عظيم طبعا والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى ملك الروم شو قال إلى هرق العظيم الروم لأنه يعظم من قبلهم وصاحب مرتبة متفوق عليهم فيجوز إطلاقها يعني في هذا يجوز إطلاقها على زي مثلا الله كريم والله الكريم وممكن حاتم الطائي كريم وإنتو كريمين إن شاء الله والكريم هو النفيس في ذاته على فكرة بالدرجة الأولى معنى الكريم في اللغة هو النفيس في ذاته هذا معنى الكريم أصلا النفيس النفاس في ذاته وهذه تختلف لكن الكريم الحقيقي من طيب وإنتو فيكم رحيم بالمؤمنين رأوا في الرحيم صلى الله عليه وسلم بس الرحيم الحقيقي بس الرحمن الله الرحمن الممتلئ رحمة يعني الممتلئ رحمة الرحمة يعني الله لكن ممكن رحيم ممكن يكون في البشر تمام فالعظمة العظمة ممكن تكون في الكبير العظمة يعني يعني كبير بتفوق ما فيه مثله فهو أعظم شي مثلا عظمة وفي القوة وفي المركز وفي الشرف اه اذا مرتبع فكرة العظمة تمام والله ذو الفضل العظيم طيب ما يودوا فهمنا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم اذا بظهر منهم على فكرة بظهر منهم ما يدل انا قلت لكم الود بود الشي بوده معناته بظهر منهم هو بظهر منهم وبلتفوا بروحوا بيجوا طيب خلينا هون اتوقفت شوائي اولا بتلاحظوا الحروب اللي تشن على الامة لو اجيت فكرت انت طيب ليش هذول بيشتغلوا هالشغل من دون دول العالم يعني شو عملوا العرب طيب العرب على العروش طغاء ومنسجمين مع مصالح الغرب لا الاخير لا الاخير العراق مثلا العراق عمره ما طلع منه حتى واحد اللي يكون ضد الغرب بأي عملية على الناس اللي بيقولوا لك انه مثلا بتعطي انت احيانا في المرة الماضية اللي حكيت بتعطي مسوغ للغرب طب العراق تاريخه كله عمره ما العراق قام بأي عمل ضد الغرب ولا حتى شخص بنتمي مع انه حتى شخص بنتمي جنسيته ما بيعنيش اشي ما بيعنيش اشي جنسيته يعني ان كان عراقي ولا شعودي ولا مش هذه القضية لكن انتو طيب ايش عمل العراق اصلا تاريخه هات لنشوف ايش عمل معكم يعني صار بينه وبين الكويت مثلا اه شغل طب يا ما دول دخلت على بعضها وكذا الاخير انتهى وانسحب وخلصنا وضربته وضربته وانسحب بعدين رجعتوله ليش وطلبت منه كل شي وقال ماشي 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 وقالوله منفتش تحت السرير قال ماشي ماشي بشيك الى اخر هي وبعدين شو عمله بعد ما تأكدوا انه تفتش مليح شو عمله طب اجوا ليش اجوا ليش وضربوا ليش وقتلوا ليش وقدش كتل من العراقين لحد اليوم والمسألة ما وقفتش ما بعملوها مع اي دولة كانت ليش طيب وهي في السوريا وهي في السوريا وهي في ليبيا وهي في اليمن وبعدين الطغاعة الطغاعة فكرة اللي هم نواطيرهم هم ايضا ولكن هي هذه هي مرحلة التغيير واحنا لما كنا نتكلم عن الغوطق قبل شوي قبل اكمل يوم والان الكلام عن ايش الان صار الكلام عن المخيم مخيم اليرموك بدي اشوف الفلسطينيين هذولا اللي كانوا قال بايدو بشار الاسد شو بدهم يقول الان هي باقي القضية قضية فلسطيني وسوري ليش هو يعني الفلسطيني اعز من السوري علينا الفلسطيني اعز من السوري ليش السوري اعز من الفلسطيني ليش بدك تقول عرب عرب بدك تقول كمان مسلمين مسلمين بدك تقول بشر بشر بدك تقول مظلومين مظلومين هو احنا مش بنستنفر لانه هذا هذا مفهوم الاجرام بس هو لعلمكم يا طالما انتو بتتصوروا بتتصوروا المخيم كدهش ببعد عن العاصمة او حتى عن دمشق القديمة زي حي الميدان لا خب اصدقائك ولا شي ما هو البناء متصل ما هو البناء متصل اصلا يعني حي الميدان اللي هو حي دمشق القديمة والاحياء القديمة كلها واللي بتشوفوها في فيلم شو اسمه في افلام شو اسمه باب الحارة وغيرها يا يعني قديش بتبعد عن المخيم ولا شي هل قت ولا شي والغوطة الشرقية ما هي الغوطة الشرقية اللي بت في دمشق والغوطة الغربية ما هو القتة الغوطة الغربية بدهم اشتغلوا فيها برضو والغوطة الغربية ما هو لاحظها هاي الغوطة الشرقية وهاي الغوطة الغربية وهاي المخيم يعني القتال في داخل العاصمة القتال في العاصمة نفسها وقتال مين سبقوا لك أنتوا بظنوا أن الأسد الأسد هذا مجرد هذا زي كارازاي في أفغانستان وزي فلان هون وفلان كذا هذه بس مجرد وزي حفتر وفي ليبيا لكن من اللي بقاتل هو العظمى اللي بتقاتل وتقتل الناس ولعلمكم لأنها متفجرة في كل مكان متفجرة دقكم معاي الآن لأنها متفجرة مثلا في ليبيا متفجرة في في اليمن ومتفجرة دقكم معاي الآن في العراق كانت ومتفجرة في سوريا الغرب نفسه الآن معدشي طيق على فكرة جيوشه بتقدرش تنزل ولكن شو بعمل صار يعتمد على المربيهم صار يعتمد على المربيهم في البلاد وإلا هو لا يستطيع أصلا الغرب معدش يستطيع لعلمكم الغرب حتى في التكاثر السكاني كثير دول الآن صارت ناقص كذا الزيادة السنوية ومجتمعات شيخ خوقة تمام لكن هو متطور الآن في طائراته تمام طائراته وأسلحته بيعتمد على الأرض على مين وبيجمعه كعديم من كل العالم الآلاف المؤلفة وبيقاتلوا الناس طبعا هم الآن يبدوا أنه عندهم خطة أنه على القليلة يقولوا أنه العاصمة إلا هو كتال كل هذا من 2011 للآن هو كاينين للناس في العاصمة ما هو المخيم في العاصمة وكانوا مهجرين طبعا منه أحجروا 200 ألف من زمان ما هو كل اللي فيه الآن قدش يعني 6 ألاف المخيم فهو أنت ملاحظين 6 ألاف اللي فيه من مقاتلين وغير مقاتلين إذن أنتوا إيش أنتوا بتقولوا دولة إحنا دولة والعاصمة 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 موجدين هذول فيها من 2011 سواء في الغطة الشرقية ولا الغطة الغربية ولا المخيم ولا حي القدم والقدم كذيش مبعد ليش والقدم ما هو يعني برضو والله كذا لأخيره والحجر الأسود إلى آخره بالعاصمة كل هذا فإياكم الظنوا يعني هم الآن كل الإحاءات كل الإحاءات اللي بيحاولوا يوحوها والإعلام التافع أنه يحطوا في أذهان الناس أنه الشغل انتهت إيش الشغل انتهت وممكن الدول على ذكرة ممكن الدول من تحت تحت هذه اللي بت اللي تدخلت كلها كل واحد يحافظ على مصالحه واللي كلهم أصلا ما بدهم الإسلام حسدا من عند أنفسهم وعارفين الإسلام شوي يعني هم عارفين أنه لما بحكم ولذلك كان حتى الدولة حتى الدولة التركية الأيام أتى ترك على فكرة لما في الأخير يعني بدهم يحكدوا معاها معاهدات وتفاصيل يعني ذكروا لهم أنه بس الإسلام هذا ما يرجعش الإسلام ما يرجعش ودائما هاي بيقولوها وين ما بيجدوا آه بيقول لك لا لا الإسلام ولذلك هم بيحاولوا على فكرة ممكن يحلوها هم بطريقتهم قال ويجيبوا الناس اللي يرجعون على نفس الشي حكم العلمانيين يا أما أنه الأمة ترجع لذاتها الحضاري هذا آه طيب لما أنتوا سمعتوا قبل يومين أنه في ماليزيا اغتالوا آه شاب فادي البطش تمام طيب أنت تتطلع في فادي بتيجد أنه فادي البطش هذا رحمه الله أولا يحافظ حافظ للكرآن ولكنه متميز متميز ومخترع دقكم معاي متميز ومخترع هو طبعا مهندس كهرباء وإلكترونيات وعنده اخترعات من ضمنها زي ما سمعنا قضية كيف كيف ممكن اخترع جهاز أنه شبكة الكهرباء مثلا في الضفة الغربية إذن وضع هذا الجهاز بيقلل بيقلل 15% من إيش من الأشياء اللي بيسموها ويست اللي هي بتضيع بتضيع طاقة ضائعة يعني ما فيه أحيانا بتتسرى بالطاقة وبتضيع هذا الجهاز بيرجع 15% تمام اخترعوا هذا الرجل إذن ولاحظوا هندسة وإلكترونيات أكثر ما بيخافوا على فكرة بغض النظر من اللي ورا الموضوع أكثر ما بيخافوا وهذا الآن نرجع لآية إيش خذها الآن بمفهوم أوسع ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير هما بيعرفوا أنه هذه العلوم الآن وإذا لما بنصير مالكين العلوم هما كانين بتتسوقوا علينا في إيش في العلم وإذا صرنا إحنا نمتلك العلم نمتلك العلم وبدأنا طب شو بالعكس إحنا برجع بصير إحنا المتفوقين ليش لأنه شعوب شابة عندنا شعوب شابة شعوب مؤمنة شعوب مستعدة ضحي إيش وكمان وكمان عندهم اختراعات التكنولية خلصنا معناته خلصنا معناته تبت فالاغتيالات هاي دير بالكم بغض النظر من وراها هذا ما أظن إنه اغتيل إلا لسبب واحد بس فش غيره أنه إنسان بلغ مستوى من العقل يستطيع أن يخترع ولذلك أمريكا لما دخلت العراق ما يقرب من ألف عالم وأكاديمي ومهندس وطبيب تم قتلهم كانوا يستهدفوهم واللي كان واللي كان يأخذ يعطي مع أمريكا وعنده استعداد سافر لأمريكا هذا اللي نجا أو هرب كانوا قتلوا العلماء بعد ما هدية الأمور صاروا قتلوا العلماء طيب وشردوهم وأمريكا وحتى على فكرة حتى الأمم المتحدة في يوم الأيام في قرار 1441 بقرار مجلس أمن إنه يحقق مع العلماء في العراق يحقق معهم ويسائلوا شو بدهم من الأممة العراق دير باك أكثر دولة عربية العراق كان أكثر دولة عربية بتهتم في العلم وصار فيها عدد كبير من العلماء وبدت الأمة في العراق بالذات أكثر دولة كان فيها ايش اهتمام بالعلم قالوا لك وين رايح هاي وين رايحين هذول من خير من ربكم دير باك طيب بيقتل العلماء ليش بيقتل العلماء ليش ونساء على فكرة ونساء بقتلوه هن كانوا تمام وبكسفوا بيوت نساء كمان يكتل وقاصدين قتلهن وبيعسروا وبيراودوا إنه أنت بتشتغل معنا وهون على قضية تشتغل معنا خليكم معاي في هاي القضية تشتغل معنا احنا هون طغاط الطغال موجرين على العروش خلينا أولا أكلكم أولا هذه الدول هذه الدول اللي مرات منشوف إحنا منها إنها مهتمة إحنا إحنا نتطور مهتمة إنه إحنا نتطور لعلمكم هذه الدول الاستعمارية معنية بتطور كل الشعوب معنية بتطور كل الشعوب إلى درجة تصبح قادرة هذه الشعوب أن تستهلك منتجاتها يعني أنا كيف بدهم هم يوردولي مثلا كمبيوترات وما فيش عندي خبراء يصلحوا الكمبيوتر هو بقدر يودي هو بقدر يودي مهندسين من عنده لكل العالم ولكل المدن مشان يسوق تلفزيونات أو يسوق الكمبيوترات أو يسوق الثلاجة أو يسوق السيارة لا ما بقدر شو شو بيعمله بيكون معنى يكون عندك مهندس يصلح السيارة والكمبيوتر ويكون عندك اللي بيصلح الثلاجة واللي بيعندك كذا ولذلك بلادنا هون كانوا يهتموا أكثر ما يهتموا في معاهد الصناعة هاي اللي ضرورية مشان لما إحنا نبعتها لأنه الناس مش رح تشتري بالله السيارة وفيش إلها مهندسين يعني صلحوها بتشتريش الناس ولا بتشتري السلاجة ولا بتشتري ايش 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 بيكون معنى فيك لهذا المستوى لكن في البلاد أو حتى مرات بيكون معنى فيك إنه هو مش قادر يصنع يصنع قضية بيحتاجها في صناعاته ممكن يعطيك إياها تصنعها أنت مشان هو يستخدمها وتفاصيل وفكروا أنتوا الآن فكروا أنتوا الآن كيف عنكم سواء كنت في البيت أو في الشارع أو وينما كان قدش بتستخدم من منتجاتهم فكر بس ايك من من أول ما تفيك الصبح أنت بتفيك على إيش على المنبه اللي صانعينه هم لما بتقوم بتقوم عن الفرشة أني فرشة واليوم التختي اللي بتقوم عنه شو هو منين جاي هو طيب واللي بتنزل عنه هذا البجامة اللي لابسها من وين أنت والشبشب هذا من وين يعني مرات بسمحولك بالشبشب طيب إيه المهم بقوم بروح على الحمام الحمام هذا والمزاك والحنفيات والمي اللي واصلة كيف وصتها من أيام ما ضخناها يعني المضخة هاي من وين مش هيك ولما اكتشفنا المية ولما شفطناها من وين الآلات هاي كلها ولما وصلتني وبدأت أغسل الصبونة من وين الصبونة من وين الصبونة خلصنا صبونة بدنا النشف من وين البشكير من الشام من الشام البشكير مش قضية طيب ومعجون السنان معجون السنان من وين طيب والفرشة والفرشة من وين خلصنا من الفرشة والمعجون خلصونا طيب المهم بتبدأ عادي تفطر انت تفتر الغاز طيب اللي بتولعه هذي اللي بتولع الغاز من وين حتى الغاز نفسه هذا طيب طيب واستنبعت الغاز وكاشت الشاي وكاشت الشاي والكزاز وخلصنا يا اخي خلينا بنا نطلع من الدار لانه هاي طرطنا في الدار اثريته كل شي اثريته كل شي بعد ما تطلع انت ها شو بتشغل انت بتشغل السيارة ايش حتى الدول المنتجين للبترول مش هي اللي بتجيب لك اياه هم بكرروا ببيعوك اياه بالسعر اللي هو بفوق كثير من اللي اخدوه من الدول المنتجين للبترول تعمق ايه الاخره في السيارة ولا في الشاحن ولا طيب والاسفلت اللي ماشي عليه والاخره انت بتفهموا ليش هما بدهم شعوب راكية ولا هو يعني شو قصدي راكي قصدي ترتقي بالمدنية ايه وتكون واعية بس لدرجها عندنا احنا لدرجة مضبوطة دي ربالكم اه كل هذا افكر في بفهم بفهم شو القصة هذا المكيت من وين هذا الى اخره ايه الى الكهرباء ايه اه 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 انت جايبوا هذا هذا من امريكا هيولي كدامي اه فهون فما تظنوش انه مبدو بياك يعني ترتقي لانه محابينك لانه اصلا ما بقدر يستمر لا في التصنيع ولا كذا الا لما يشتغل هالشغل هذا تمام وقدش الطغاء بوفرولو واما الطغاء فشو بيعملوا على فكرة ابننا من الروضة حتى يتخرج توجيهي احسبوا قديش بكلفنا من جهزه بنبعت لهم اياها الاذكياء او منخرجوا من الجامعة بنبعت لهم اياها يعني قديش بكلفنا احنا اعدادوا من الروضة حتى يتخرج توجيهي حتى يتخرج جامعة ثم بياخدوا جاهزهم وبياخدوا اي واحد بياخدوا المتفوقين الطغاء عامل طرد الطغاء عامل طرد والطغاء مكلفين يضبط الامور لحد يضبط الامور لحد واذاك انا قلت مليون مرة لا خلاص لنا طالما هذول الطغاء اصلا موجودين على الوروش ثم الطغاء في اي لحظة حتى ممكن يفتعلوا مع الاستعمار قضايا ما تشوف حالك الا تدمر لانك ما بتملك ارادتك انت ولا بتفكر انت الطاغية هو اللي بفكر لك وطغي هو اللي بتصرف وما مادري متفق ولا مش ولا مش متفق هو مش معرفني انا ولذلك ليش مصرين هم انو الامم ما تختار ليش مصرين الامم ما تختار ليش بالعرب بالذات بالعرب بالذات اه ولاحظوا مجرمين وبقت له حتى تعرفوا لما بكونوا مدنيين هم اصلا بقتلوا العلماء وبقتلوا لما نقول لكم في الدروس الماضية انه بامكانك تنتقم انت بشرط واحد اتنين ثلاث انت شوف شو بعملوا بقتلوا علماء بقتلوا علماء بقتلوا مختارين لحظة بتآمروا عليك بدك تطور تطور لح درجة تفهم شو منصنع تفهم علينا هيك هم بدهم يا تفهم علينا مش تصير انت مصنع شوفوا المعركة القائمة الان المعركة القائمة الان هي معركة خلاص وإلا من ظل المستعبدين احنا وولادنا واحفادنا وبالتالي الناس لازم يفهموا انه تضحيات هاي مطلوبة الان تراجع ما فيش مجال تراجع ما فيش مجال وما عدش الجواسيس ولا الطغاب يقدروا يحلوه كانوا قالوا يدخلوا ويحلوها ويحلوها بطريقتهم على استعمار الله كشفهم الان ما عدوش قادرين صاروا مفضوحين بيحاولوا يحولكم انه كلش انتهى وما انتهاش ولا اي شيء المعركة مستمرة والامة منتصرة ديروا باركم ها الامة وما يظن ويقول لك هيا هيا راحة الهي راحة الغوطة الشرقية هاي هم بضربوا الان المخيم وخل الفلسطينيين اللي بقولوا فلسطينيين وبعدوا الاسد يفهموهنا شو القصة ها طيب بسه بعيدوا وما نفاهم ما هذول الله بده يفضحهم هذول اللي بسه بعيدوا برضو مشان نعرف احنا مين احنا انسوا الناس الغالبية العظمة غير هيك اه بيوحولك ايش يعني انت بتقولوا انتوا بتقولوا مسيطرين وانتصرتوا وانتوا لا تزالوا بتقاتلوا بتعاصمة من 2011 لليوم وجمعتوا كل جيوش العالم وبتقاتلوا في العاصمة وليش انتوا اللي بتقرروا كيف تنتهي الامور لا هذي هذي عفكرة معركة الخلاص وانلا ما احنا مستعبدين اصلا كنا وكانوا بيستطيعوا يورطونا باي حرب وحتى ويهجرونا ما هيو هايو في زمناتهم الضفة الغربية هاي لغنكم الضفة الغربية بعد الثمانية واربعين اجتمعوا في غزة اجتمعوا في غزة الفلسطينيين وتم الاعلان عن دولة عموم فلسطين في شهر اثناش الف وتسعمائة ثمانية واربعين عبدالله كان موجود هون الجيش الاردني موجود هون قال انا ما اعترفش ولا بانسحب طب ليش ما تعترفش ليش ما تنسحب ما هي كل الجيوش السبعة اللي اجتوا سلمت لبلاد بدها تنسحب وعالى انه تكون دولة عموم فلسطين في غزة والضوفة الغربية كيف هذا الكلام قال ابدا فطرد من الجامعة العربية لمدة سنتين واللي طردوا كلام هم معصر اللي طردوا كلام ها طرد من جامعة الدول الدول العربية سنتين قال جامعة الدول العربية ما فيه دول مستعمرة كانت فيها كم من واحد قال يعني مستقل قال يعني مستقل لك هنا ما هو دول ما انتوا عارفين جامعة الدول العربية انشأتها بريطانيا اصلا ما لمعلوماتكم طيب بريطانيا ما هي هي اصلا اللي عملت الامارات المتحدة وهي اللي شوية صغيرة بهمش اه فالان لاحظوا شو اللي صار قال ابدا انا بطلعيش مش بس ما طلعيش والمهم التفاصيل وانا سبق حدثت في درس من الدروس وتم وتم ضم الضف الشرق الغربية للشرقية والمملكة الاردنية الهاشمية تمام وبعدين في السبعة وستين يبدو لما صارت الاسرائيل قادر على التمدد في ثلث جبهات بست لحظة بست ايام وهي هم الشعوب في العاصمة عم بتقاتل شعوب العالم كلها في العاصمة دمشق هاي مش ست سنين هاي سبع سنين وهدول قديش ست ايام قال بدهم يقنعونا انه ست ايام ست جمهات قال يعني ست ايام وفي ناس مكتنعين في ناس مكتنعين وهدول المكتنعين هم هدول اللي بتقول عنهم اه فهون انتبهوا ها لما تيجي تدرس الوضع شو طب مقامة حكمة عموم فلسطين والناس تعترف فيها وكان قاموا ياشي الفلسطينيين يصيرهم دولة في 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 الضفة الغربية وغزة وبعدين شو بصير في اسرائيل بعدين شو بصير في اسرائيل بعدين شو بصير في الانتزامات ما هو اصلا ما مثل مكلة انك انت انتزم معه ما انت وعا كلهم فيه دروس تفصيلية سابقة ويبدو اليوم انزنقنا بالوقت برضو واخر دعوان الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة